بينما ينتظر الكثيرون نتائج البحوث الطبية لإصدار لقاح ضد كورونا يبرز تحدي جديد يتمثل برصد سلالة جديدة من الفيروس يمكنها الانتقال إلى البشر عن طريق حيوان المنك هذه السلالة الجديدة تم رصدها في الدنمارك وتحديدا في مزارع تربية المنك تعد الدنمارك من أكبر الدول المصدرة لفرو هذا الحيوان في العالم يتم الاحتفاظ بها في مزارع خاصة ويعتقد العلماء أن الفيروس ينتقل من المنك من خلال قطرات ملوثة أو عبر الطعام أو من خلال الغبار الذي يحمل تلك القطرات سارز كوف 2 هو الاسم الذي أطلق على السلالة الجديدة من الفيروس وأعلنت السلطات الدنماركية عن إصابة 12 شخصا بها وأشار وزير الخارجية إلى أن تلك السلالة قد تهدد فعالية أي لقاح لمواجهة كوفيد-19 لدينا مؤشرات على أن هذه الطفرة الفريدة قد قللت من الاستجابة للأجسام المضادة والتي يمكن أن تؤثر في النهاية على كفاءة اللقاح المحتمل ويجري حاليا استكمال وإجراء مزيد من الاختبارات حول هذا الموضوع اختارت الحكومة الدنماركية منذ اللحظة التي وصلت فيها الجائحة إلى الدنمارك التصرف بسرعة وحسم والتزام واضح إننا نفضل أن نأخذ إجراء حاسما على أن نتابع خطوات صغيرة لمكافحة كوفيد-19 من الإجراءات الحازمة التي تحدث عنها الوزر الدنماركي هو أعدام نحو 17 مليون من حيوانات الملك وفرض حاضر التجول على 280 ألفا مواطن في شمال البلاد أحد أصحاب المزارع الملك أشار للخسائر التي ستلحق به بسبب قرار القضاء على هذه الحيوانات ننوه إلى أن هذا الفيديو يحتوي على مشاهدة مزعجة وقد تكون لحيوانات ميتة مستقبلي باثا في مهب الريح ولا بد لي من مواجهة ذلك كنت على وشك استلام العمل من والدي إلا أن هذا لم يعد خيارا لقد كافحنا لعشر سنين لتطوير تربية هذه الحيوانات بهذا الحجم وهذا الفراء على الجودة إنه أمر محزن جدا العديد من البلدان أوقفت السفار من وإلى الدنماركو بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية قالت إنها تراقب الأمر لتقديم الإرشادات حدوث التفارات أمر طبيعي هذه الأنواع من التغييرات في الفيروس هي شيء نتتبعه منذ البداية لدى منظمة الصحة العالمية شبكة مختبرات عالمية ولدينا مجموعة عمل محددة تبحث في تطور الفيروس وتنظر في هذه التغييرات ونراكب الأمن البيولوجي في مزارع المنك وذلك بهدف دعم تلك البلاد في اتخاذ الخطوات الصحيحة لمنع الفيروس من الاستمرار في الانتشار في حيوانات المنك ومنع تفشن للفيروس شكرا لمشاهدة كاتراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وأعجابك بها وتعليقك عليها